موسيقى 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 مساككم الله بالخير والعافية نترككم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد بأكل سوي سابقا بجنعيدة مرة لاخرية الناس طلبوا انه دائما نشتغل على الأكلات الشتوية اليوم راح نسوي الباسترما الباسترما ككلمة هي جاية من اللغة الرومانية من فعل باسترما باسترما يعني هو حفظ الطعام باسترما حفظ الطعام هاي الكنمة معناها باللغة الرومانية أول من أنتج ساندويش الباسترما في سنة 1887 هو أحد أصحاب المطاعم الأميركان ويقال أنه هو أول من لكن دائما نعرف في الأكل دائما أكو اختلافات وأكو على أصول الأكلة يقال أنه كوشير شخص اسمه كوشير هو من أصول ليتوانية هو أول من أنتج الباسترما في سنة 1872 أيضا في أمريكا عموما الباسترما نقلت من رومانيا إلى أمريكا عن طريق هجرة اليهود اللي أول من هاجر من رومانيا وراحه إلى أمريكا وبعدها بدأت تشتول وهوايا دول يسموها باسترما أو أكو دول أخرى يسموها بالسجق خلنا نشوف مقادير السجق أو الباسترما ونشوف كوشير شون سواها ونرجع لكم عندي لحم عجل واحد كيلوغرام عندي أمعاء خروف سندويلة ثلاثة عندي شحم البطن شحم البطن تروحون القصار تقولوا لي الشحم بطن هو يطيق ومبهارات باسترما ثنين ونص ملعقة طعام وعندي نارنج رح يكون عندي ثلاثة وعندي ملح وعندي الثوم الباسترما عندي هوايا أشياء يشتغلون بها هوايا أشكال مختلفة يشتغلون بها اليوم رح نشتغلها احنا بطريقة ممكن نسوها بالبيت ممكن جدا أن تجيبون اللحم المثروم وتبدون تشتغلوه انتو بالبيت وتجيبون السندويلة لك السندويلة هي أمعاء الخروف عنا ما تعرفوها لما نجيب السندويلة ضروري جدا 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 تنغسل وتتنظف وكل الضروري نداما نخلي المي شيء ويا ملح أنا أخليه على متعقم ما موجود تعرفون شنو موجود بالأمعاء والموضوعها موضيحة كلش نبتعد عنها وريحتها تكون مطيبة بالبداية ورا ما نغسلها ونشتغل عليها نخليها بمي ونخليلها شون هساني ونخليلها خلي أشير هذي خيرها شوية نارنج نارنج دائما نقطع وياها النارنج دائما يشتغل في الشغل كلش كلش قوي على الريحة الموجودة بالأكل أو الزفر الموجود بالأكل ولهذا الدجاج دم نبدي أول ما نبدين خمرة نقع إحنا بمي وملح ونارنج هذا انتهينا منه كسن دويلة اللي راح نشتغل بها هنا ممكن تستغلون لعدكم مكينة ثرم ممكن تستغلون عليها وممكن تجيبون اللحم لحم ماثروم اعتيادي وتستغلون عليه براحتكم يعني مو إلا مكينة ثرم تجيبوا ماثروم والبهارات الثرم نخفطها هنا ونطحنها سوى وتشوفون طريقة العمل مع البهارات الباسترمة هنا راح نبدي نثرم اللحم اللي عندي هنا بش نسوي دائما نسميها الراوس شوية يعني نخلي نخلي عدي الشحم ليش نستخدم شحم مولية الشحم إلى قدرة على التحمل بعد ما يجمد ويشد أفضل من اللية لأن ممكن جدا مو ممكن مليار بالمئة أنه اللية راح تخليلي اللحم يخرب أوكي فالشحن بطر راح يكون عندنا راح يجمد ما علي مشكلة راح يكون ممثل اللي اللي راح تظل تموع ممكن الذب دهم منها إذا تعرضت لأي شي دائما تحفظ فيه مكان بارد دائما لما تتعلق مضطخ بأي شي لحد ما تبدي تنشف وراها شو تلقون تخليوها بثلاجة تخليوها على مشبت شو براحتكم خلي نثرم أول شي موسيقى 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 مراوس يعني شنو من قلت الراوس اللي عندي هنا انو آني أخلط الشحم ويا اللحم الاعتيادي على مود أقدر أضمن انو اللي اللحم اللي راح يطلع عندي هنا راح يطلع عندي بشكل صحيح متلابس كله فهمتوني موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الملح عموما يحافظ على أغلب المواد بالإضافة إلى الخل يستخدم كمادة حافظة بسم الله المترجم للقناة 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 المترجم للحافظة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة رح تطلع هي ممكن تكون خاشوقة أكل بالقرنفل أو بالكبابة حسب وزن المادة يعني عدي جوست الطيب الوزن اللي بيها الموجود هنا يساوي عندي القرنفل فهمتوني مثلاً عندي الكزبرة هي مساوية للكبابة مثلاً الكمون مساوي للزنجبيل على حسب ثقل المادة اللي موجودة عدنا فهمتوني فضروري جداً أنه دائماً نميز هذا الشيء احنا ثواني بس هنا جوست الطيب هي وقشرها ليش جوست الطيب لو طحناها وحدها بدون قشر راح تعجن شون الجوز عدنا فيبدي شيل زقبشي فضروري جداً أنه دائماً شي نسوي له نطحنه ويلقشر لو حبيت أستخدم بس بداخل مالتها ممكن جداً أبرشة مثل ما أسوي آني دائماً فهمتوني هاي بالنسبة الجوست الطيب رنفل كزبرة كمون الأغلبية ما يضيفون هيل أنا أحب أضيف شوية هيل هيل كبابة الزنجبيل مطحون ليش الزنجبيل والكل كم يحتورون المواد القوية جداً لتعذي الطاحونه فدائماً أحاول هو الأصح أنه أنا دائماً أستخدم المواد الخام المواد الخام اللي هي راح تكون طعم التوابل بيها مية بالمية واللي شرحنا سابقاً عنها التوابل الأول ما تطحن لو ظلك مفتوحة راح تفقد أربعين بالمية وبعدين راح تفقد أربعين بالمية ثانية لو ظلك مكشوفة بالنهاية راح نشوف البهارات ما بيها طعام كلش قوي أوكي متى لقنسبة صحر فأنا نتعليق الزنجبيال وخطئ لقيتالس كبير سابقاً كيف حاجة بشكل صحر الزنجبيال سابقاً سابقاً النجو هاي شي سرع عندنا سرع عندنا البعض من الحبات اللي موجودة توقف بين الستشينة وبين السطح اللي موجود بالطاحونة فيطلع عندي هادا الصوت حركيا شوية شوفوا هنا صارت عندي البهارات جاهزة تخبل أطيب بهارات باستر ما راح تاكلواها كل شي أحبها عني ونوبات شنة أضيف عليها شوية من نجمة اليانسون شوية أمطيها نجمة اليانسون يعني أحبها أدخلها بكل الأكلات بس اللي بيها عشان نقول فالصفة ما حلوان انه تضغي على الدنيا كلها متل الفلفل لما نخلي ولهذا نخلي فلفل هاي واحدة بالدول ما فلفل لما يتخلوا هي الأكل فلفل الأخضر خلي الدنيا كلها يصير طعم فلفل هاي اثنين ونص خلاص صارت هاي التوابل عندي جاهزة وبعدين نعرفها الحشمراء الي هاذا ما تنست خلي خليها هنا انتهينا منها شو نسوي هسا نجي نعجن عندي الباستر ما ونجتمع نشوفها توابلها اوكي لو تحتاج بعض توابل نا مو بس اني دا اخلي التوابل تنخلط عندي الملح كذلك وعندي دا طلع الهوش قد ما دا اقدر ان نلحم وجود الهواء وبقاء عفوا بالباستر ما رح يسبب لي مشاكل بالنسبة لجودتها ولهذا ليش من نسويها بالسندويلة شنسوي لها نشكشكها من الصفاح على مود يطلع كل الهواء ونضل مش ايدنا عليها اعتقد تحتاج شوية بعد توابل ليش لان احنا كاتبين بالمقادير كيلو لحم الآن هنا خال اكثر من كيلو خلصنا بعد ما نحتاج التوابل نهائيا نرجع نعجل ليش كنتكو منطفوا الميز نحن سيطرين نراجع بالاكل لنخاف انه اي مشكلة يصير به شفنا قلبوش قد ما تقدرون وريحة طيبة بدت تطلع مع البهارات شباب نكرر مقادير الباستر ما بعد اذن كوموا البهارات هم بما خلص عجل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 هاي بالإيد مو اللي يكون عدنا يسمون مدفع هم اللي دائما أو القالب اللي دائما يستخدموه بالباسترمة باسترمة احنا حسب مريض ثخن مالتها فهمتوني حسب مريض الثفت شوين نسوي ثخنها ونوصلها حسب ما تريدو ممكن تخلون بيها قليل تكون قصيفة وممكن تكون سميكة لو حبينا انو نخلي هواية بيها يعني يكون قطعتها هيج مو مصفوطة وعلى العموم ممكن إذا خلينا هواية رح يطلع عدنا لزيادة مية بالمية يعني شي ما يقبل خطأ ما ش راح نسوي عمد نضمن يطلع الهوى ونضمن راح تشتغل هي بشكل صحيح عدنا هنا العيدان اللي موجودة هنا كذلك شوفو لازمين مننا ما نفتح المكان العالي ننزل مننا نسوي هيج اوكي هاي صارت جاهزة نخليني أخذ خيط خيط هذا مع اللحف هو نفسي يشبه اوكي شو نسوي نعقد من جانب واحد ش راح نسوي نعقد صار هيج راح اجي دفتين وبعدين هنا هم عقد الوخ خلص هاي باسترمتنا صارت جاهزة هنا هو هذا الشكل النهائي اللي راح نشتغل عليه كباسترمة ونسويها وبعدين راح نبدأ نشتغل الوراها حجم السندويلة غير معروف ممكن يطلع الحجم كبير ممكن يطلع الحجم صغير اعتيادي جدا هنا هم دعني خليني نلم اللحم لهنا آسف جدا بس يعني هي بالإيدة نسوي هي عموما اكو قالب يصير براس مكينة الثرم نكف السندويلة هيج نكفها ونخليها براس المكينة ما الثرم وبالتالي راح ناخذ الشكل اللي نريده نهم نمسحها نرجع نقلبها نفس الشي شوفوا أصبع بأصبع وننزل هنا اللحم مو قلق قالب براحتكم شوفوا عندنا هاي مفتوحة شوفوا هاي المفتوحة ما يصن نشتغلها أبدا نهائيا ما يصن نشتغلها ليش يعني راح تظل متعرضة للهوى اللي موجود وراح تبدي رأسا يصير بها عفن آني بالغلق اللي سويته ومنطلعت طلعت منها الهوى وجيت حراست انه اسويها بشكل صحيح ضروري جدا انه ما أخلي الهوى يكون معرضة لو حتى من تقصوها تجون تيدون تشتغلون بيها كملت وقصيتوا منها سويتوا ألف صحة وعافية شا سوون ورا ما تكملوها سنفنوها اوكي شوفوا اوكي هاي ما بيها شي نرجع نفس الشي حاولوا تسوون اللحمة بشكل طودي شوفوا نشو نخلي اللحم وأصابعنا بالإبهام بالإبهام نخلي ينزل كل جوه ها راح تكون طبعا قطعة شبيرة شوفوا الناس دار يتجوه الهوى موجود بعدها راح يطلع عدنا كل الهوى نفس الطريقة ونفس الشغل بس أهم شي قلت لكم السندولات تنغسل كلش صحيح وتتخلى بشوية ملح والمي والنارنج عنا مود نخلص لنريح حمالتها وراها نبدأ نشتغلها اعتيادي وممكن بالحلقات القادمة سووا باسترمال لكن دون الحاجة إلى هذا العمل كسندولة وهي تشي راح نسويها بس نسويها بوصلة بازة ستشوفون الطريقة هالطرق هم الرومانيين والأتراك هم كانوا يشتغلوها بهالطرق هاي نزل هنا اللحم على كيفنا وما تنفتح ونرجع شوفوا شلون لما همشي الشحم اللي موجود هذا هكو ناس يستخدمون اللي او يا اعتيادي جدا هاي حسب رغبتهم حسب شغولهم اللي ريدو أنا أحب أستخدم شحم البطن وياها يكون أطيب ويكون أكثر محافظة على الجودة اللي احنا مسويها والظل لفترة أطول قسش نسوي نلزم منها دائما نقرصها بإيدنا ونبدي طلع الهوى مالتها ضروري يطلع الهوى كل اللي رح يكون عدتكم فراغ مبين كلش لما تبدي تنشف الهوى اللي ما طلعتوه شنسوي يعني شون تدليك نسوي لها خلاص صارت هنا جاهزة نشوي أقسد التشف ناهم نجيب خات ها من نفس الطريقة نعقده ها أول واحد دائما نشد عليها ما أريد الهوى يدخل لها أو تظل معرضة للهوى فهمتوني ها صارت جاهزة اللي بس نعقدها صح هاي الجفوف ما ندخل نعقدها خلينزع الجفوف نعقدها بشكل صحيح إيش حالاتها هاي صارت جاهزة باسترمة الثانية دائما لما تعلقوها ما أريدها تطخ بأي شي صارنا بعد شوية راح نسوي لها بسامير هنا وعلقها ما أريدها تطخ بأي شي لو تخت بأي شي راح سب لي من مشاكل يبدأ يخرب الجزء اللازق على المكان اللي ريدا نشتغل بي خلقنا نطف الميز وناخد المقادير هم ونرجعوا ياكم موسيقى 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 المفروض اليوم نسويها الحمص باللحم لكن ما اسعب الوقت اللي أنبي شغل هو خليه على باتشر ونسوي يا طاج ندجاجو شوف شنسوي ممكن نسوي مرقة وتما بعدها على مد الأسبوع القادم نبدی نشتغل الأسبوع كامل إن شاء الله حلويات كيكل إسفنجي وغيرها نفتح نشوفها يصير بكم مثلي قبل شوية من نسويتها وبعدين طلعت مفتوحة خلص نعجل اللحم زيان ونبدأ هنا ننزل لما الشحم هيش بالطريقة باللحم دائما السهولة والصعوبة تكون إنه حسب حجم السندويلة حسب حجمها إذا كانت شبيرة لازم نحرص دائما إنه كمية اللحم تكون صحيحة بها ما نحرمها لأن هي مفتوحة من جهة واحدة أوكي دائما نحتاج لها جو بارد لما تشتغلوها مو بالثلاجة لا جو الموجود بها ولهذا دائما نشوف القصابين بس بالشتة يسوون الباسترما يعني ما يسوها بالصيف نادر وإذا يسوها بالصيف فيجمدوها على الموض ما تخرب عندهم فهمتوني فضروري جدا إنه دائما نسويها يكون الجو المحيط بيها بارد شوفوا نفتح هاي دائما نتعلموها ها كذلك بعد احتاج لها نعمل تكون الأخيرة شوية طاولة عدنا بس لازم نشرح كل تفاصيلها بالشكل الصحيح مو أجي بس أقدم والبغارات ما حاج يعرفها والبغارات باسترما لازم كل شي نشتغله إحنا مكونات نكون نعرفها على الموض نكون على علم ودرايب كل شي أكل نشتغله وشنو اللي يحوي من مفردات يعني شفنا القرنفل شفنا الكبابة شفنا الكمون الكمون دائما هم لا تخلوهم كل شو هاي لأن طبيعته يضرب على أطعمة كلها لادم إحنا خلص هاي صارت تقريبا الجاهزة خلينا نشير اللحم لهنا ناشا راح نسوي مثل ما سوينا قبل شوية نتخل الواحد بصف الاخر حصل فتحة شبيرة نشوف هنا منشوفها عالية من المكان ممكن ننزلها نعدل عليها به الشكل هذا هاي هم صارت جاهزة نحضر الخيط اللي عندنا ونزع لسفوفها هامشي لانزحليق نجي هنا شوية ندفع عمود يكون عدنا مكان نقدر نجلب بي الخيط هاي هم صارت جاهزة ساينشيهم بعد شوية هنا شفتوا طريقة الباسترنا اشتغلناها صح شوية طوالنا بيها لكن انه ضروري جدا انه تعرفون كل تفاصيل الباسترنا اذا كانت خلطة بهاراتها اذا كان شغلها اذا كان شون نخبط الشحم او اللي ضروري جدا نعرف هاي المواضيع وضروري نكون ملمين بيها عمود من نروح للقصاب او نروح للعطار العطار الناقشة بكيفنا يعني احنا ذا الناقشة على علم ودرايا ما ذا الناقشة بشي مجرد الجدال لا نعرف ان الشحم بطن رح يكون افضل من اللي الشحم البطن ميكون غالي ولهذا تعتبر الباسترنا مربحة فهمتوني الكيلو مالتها ينباع ب16 او ب20 الف بس انت عندك ثلثة من المكون هو من المواد الرخيصة اللي يعتبر شحم البطن ارخص شي موجود حتى ارخص من اللي يترككم سعر ما يتجاوز 4000 روح خمس سعر 3000 دينار خلا نعيد المقادير قبل ما نختم ونشوفها ونشوف شغلها شباب ناخذ المقادير موسيقى شفتوا الباستر ما شفتوا طريقة عمله شفتوا التوافل اللي سويناها احنا اليوم كلش طيبة جربوها وسوي الباستر ما البيت ممكن ايضا او من شفتوا نحن من قبل ما تحبون ختاما شكري وانتناني الكادر برنامج مربخة مع الشيف عرفان شكري وانتناني العدى الفوزي وعلي ثائر موجود نياني بالتسويس شكري وانتناني كرامة تابعتكم انتظروني غدا في حلقة زيادة الشغل الجديد في معلاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة